هابدأ معاك عمر عشان الزمالك ونهد البركان خلاص مباراة خلال 48 ساعة ان شاء الله بإذن الله ربنا يوفق الزمالك ما بعد مباراة السموحة والاستعادلات لمباراة نهد البركان ازاي تخطي الزمالك مباراة سموحة وازاي استعد لمباراة نهد البركان انا عندي بس كريم حاجة في مباراة سموحة يعني جزيج وميز طبعا كان كل الفكر ان هو ازاي حضر لنهد البركان يمكن ما حلفوش التوفيق في المباراة في التدوير حتى هو طلب مثلا من حمزة المسلوسي ان هو يرايح خالص وخرجه من القائمة بتاعة المباراة حمزة اتمرن وكان جزيج وميز منزعج جدا من موضوع التمرين حمزة لانه كان اقل له يرايح تماما وقال له انت ممكن يجي لك شد قبل المطش فيحصل عندنا مشكلة في حساباتنا فجزيج وميز كان عايز يخرج من المباراة سموحة بأي صورة انه هو يحاول يحافظ على العيبة قبل ما كان بيفكر في نتيجة المباراة لانه هو الاهمية القصوى اللي موجودة داخل نتزة مالك تركيز بنسبة مليون في المية بالنسبة لجزيج وميز على مباراة نهضة ببركان وازاي يخرج بشباكه نظيفة وديم الحاجات كمان اللي هو اتكلم على العيبة فيها قال لهم انا اهم حاجة في مطش في المغرب مستقبلش اي اهداف ولكن جزيج وميز نفسه كان عنده مفاجأة يوم مباراة سموحة انه هو جاله عرض من احد الدوريات الخليجية اه الناس تكلموا معاه اه انه هو هل مصيره مرتبط انه هو لو خسر مواطش سموحة ممكن يبقى فيه موافقة وزيج وميز فاجئهم انه هو مصيره مرتبط بالاستمرار مع الزمالك لحد ما مجلس الادارة يقول له متشكرين وهو مركز جدا واحدة واحدة تفضل تبتلم مفاجأة ما هتقولهاش كبير يهو يقري اهه اه جزيج وميز قبل المباراة سموحة كان عنده عرض اه من احد الأندية الخليجية تمام السعودية تمام اسم النادي اه الطاقي الطاقي اه شفت عصدواء عارف انت ينقطك كده يديك نقطة نقطة فستيبش على عمراء بله لانا جاي معاكسك كهونا فبعد المباراة رفض العرض ولا من قبل المباراة رفض العرض اه شكرهم على الارض شكرهم مستمر معناه الزمالك أول ناس كانوا بتفكر هم عنده خبرات كبيرة في الدور السعودي من فترة شغله كمان مع التعاون طبعا والطائي كمان جوزيجو ميز كان بيشتغل عليهم بشكل كبير وفي المطشاط اللي هي التنفس اللي ما بينهم هم عارفينه كويس وبتاعه وكان عندهم ثقة فيه إنه يقدر يساعدهم إنه يخرجوا من شبح الهبوط لأنه هم معرضين مهددين إنه هم ينزلوا دور يوله فكان عندهم تفكير إنه هم غيروا مدير فني واتنين كان عندهم تفكير إنه جوزيجو ميز يقدر يعمل ده في المرحلة الحاسمة هو الراجل من بداية دي سؤال عيس ألوه عاليش دلوقتي إن شاء الله وأنا متفائل جدا 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 الزمالك هياخد الكونفودراليه وبإذن الله يعدي مورات الزهار إن شاء الله بإذن الله فرضا ولا واحد في المليون الزمالك ما وفقش قدام نهضة بركان ممكن جوزيجو ميز يمشي ولا مكمل عادي لأ ممكن يمشي ممكن يمشي إذا فالعرض ما زالها مفتوحا لأ اتقفل تماما اتقفل تماما وهو أوجه الشكر لإقدارة الطاي على ثقاتها فيه إن هي كانت حريصة على التواصل مع وكيل أعماله وكمان التواصل ما كانش معاه بشكل مباشر وهو قال له لأ شكرهم جدا وقال له إن أنا مركز بنسبة مليون في الماء مع الزمالك ما عنديش أي استعداد لأي تحرك خلال الفترة اللي جاية بالعكس أنا كل اللي يهمني دلوقتي إن أنا أكسب الكونفدرالية وكمل وحقق مسيرة كبيرة جدا مع الزمالك أنا عايز أستمر في الزمالك لأطول فترة ممكنة لسه عندي أفكار كتير بحاول أطبقها وكان منها من بينها كمان ماتش سموحة إن هو بعد كده يبقى عنده مبارات متتالية فكان عايز مثلا نشوف سيف جعفر إن هو بيقول إن في المبارات المتالية دي هحتاج كل اللعيبة اللي معاه في القائمة فدل في قائمتي فمحتاج إن أنا أجهزهم فلازم أعتمد عليهم تماما